وانا جاي شفت اللوب اللي انتو عاملينه اللي انتو عاملينه حرطين بس انه دينا توجيه قبل كده ان احنا من عملش لوب ابدا قلي من ثلاثة ده توجيه عام عقب تفقده محاور وطرق جديدة بالقاهرة والجيزة السيسي يشدده على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير هذه المحاور والطرق جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية اكد فيها كافة الاطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الشيخ احمد ناصر الصباح وزير خارجية الكويت يعلن ان تقدما تحقق بالتقاهي انهاء خلاف خالجي مع قطر منذ اكثر من ثلاث سنوات فلسطينيون يحبطون محاولة مستوطن اسرائيلي احرق كنيسة الجسمانية الوقع بالقرب من جبل الزيتون بالقدس المحتلة السبع صباحا بتوقيت القاهرة الخمسة بتوقيت جرانيتش موعد لنشرة اخبارية جديدة تأتيكم من النيل اهلا بكم معنا مذيعة الاشارة دكتورة هالا محفوظ شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تفقده محاول وطرق جديدة بالقاهرة والجيزة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاول وطرق تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاول بمحافظة القاهرة والجيزة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس تفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنها محور مصر الجديدة رمسيس وامتداده الى منطقة السادس من اكتوبر مرورا بكبر السادس من اكتوبر كما اطلع سيادته على سير الاعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة وقد ناقش السيد الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الاعمال الانشائية مشددا سيادته على التطبيق الدقيق لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الانشائية نحن ستك التروة كانت اربع مرحلة المرحلة الاولى اشتملت على تنفيذ التروة الداخلية للمتحف والتروة المحيطة الخارجية بيه ودي ستك نسبة تنفيذها 95% المرحلة التانية وكان انشاء محور المنصورية من طاقته على الهرم حتى للطريق الدائري اشتمل على الكنين عمل صناعي كبري اعلى الهرم وكبري اعلى فصل وده ستك نسبة تنفيذ ومية في المية المرحلة التالتة وهو تمام تطوير طريق الفيوم من طريق الدائري الاسطình حتى مدان الرماية وده ستك نسبة تنفيذ ومية في المية المحيل الرابعة هو المسالي ستك بتشارفنا فيه النهاردة ده سيتك باستكمال طريق دائري من تقاطع المنصورية حتى تقاطع الفيوم بطول 6 كيلو عليه كنين عمل صناعي تقاطع الفيوم نسبة تنفيذ ومية في المية وتقطع المنصورية جاري نهاءه نسبة تنفيذه الحالية 98% المس동 difficult سيتك كده هيربط القصر الجنوبي يخص الشمال للطريق الدائري وبكده يكون طريق الدائري مكتمل بالنسبة مية في المية الطريق الدائري الحالي سيبتك أربعة حارة مرية لكل اتجاه وهي الطرق بتقوم بتطويره وبإنشاء طريق داعم ليكون ستة حارة مرية لكل اتجاه احنا أخذنا الكلام ده في الأحيان وأنا جاي شفت اللوب اللي انتوا عاملينه قالتوا انتوا عاملينه حارتين بس وندينا توجيه قبل كده ان احنا من عملش لوب أبداً أقل من ثلاثة ده توجيه عام اللي بيبقى كام؟ تلاتة مش اتنين ليه؟ أولاً هو بياخد جهد كبير قوي لأنه جاي من بينزل ناس أو بيطلع ناس بالعربين اللي كانت ثم بقى طبعاً الجهد اللي بيلمزل فيه لطريق فأنا بدل ما أعمله وبعدين بقى تكدس ويعمل لي مشكلة وحوادث طب أنا خليه تلاتة أو أكتر واللي بقى هتعمله هنا هنا سبتك أخدنا في الأطوار الموضوع دا وعملنا الطريق الوصلة الستة كيلو دي ستة حار مرور لكل اتجاه بحيث ما هي الطريق تكمل إن شاء الله بطريق الدعم في الجزء ده خلصها احنا هنا سبتك المنطقة هنا يعني تيجي تقربه من المنطقة الأسرية واعتبر جنوب المنطقة الأسرية تم التنصيق مع وزارة السياحة والوصول على إنشاء ستة نقطة مشاهدة على جانبية الطريق لخدمة الحركة السياحية المتوقعة بعد تشغيل الطريق الغرض يا فندم من إنشاء المحور هو تخفيف ضغط الكسفات المرورية الواقعة على التقطعات المحيطة بالمحور يا فندم يقوم هذا المحور يا فندم بخدمة الناس السكنة حالة الطريق يا فندم القتال عرض المحور يا فندم يتكون المحور من ثلاثة حالة مرورية لكل اتجاه يا فندم العمال الصناعي يا فندم اللي موجودة على المحور عدد عمل صناعي واحد وهو عبارة عن نفأ عند تقاطع محور نيوجيز يا فندم مع الطريق الداير يا فندم محور ده ده إحنا جينا عليه ولا ده عمودي على ده لا ستك جاي عليه يا فندم جاي عليه هو محور نيوجيز يا فندم يعني إحنا مش محتاجين إن نحنا نوصله بالهنا هو وصل يا فندم ده حاجة ثابت تعتمى يا فندم تعمى يا فندم تماماً يا فنسي شكراً سلام عليكم تبدأ اليوم البعثات الدبلوماسية في الخارج تلقي بطاقات اقتراع المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم عبر البريد في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كان المصريون بالخارج أنهوا عملية ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تجرى على مقاعد الفردي في دوائر الثلاث عشرة محافظة من بينها القاهرة والقليوبية والدقاهلية رحب أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية بجهود الكويت الهدفة لرأب الصدع العربي وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية وقال أمين عام جامعة الدول العربية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن كل جهد عربي صادق النية يهدف إلى إنهاء الخلافات العربية على أساس من الصراحة والمكاشفة والاحترام المتبادل هو بمثابة تعزيز للعمل العربي كان الشيخ أحمد ناصر الصباح وزير خارجية الكويت أعلن إن تقدم أن تحقق بالتجاهي إنهاء خلاف خليقي مع قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصب إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم وفي هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بدلها مؤخرا في هذا الصدد من جانبه قال فايسل بن فرحان وزير خارجية السعودية إن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق في أقرب وقت لحل الخلاف الخليجية مع قطر أخرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة الماضية بفضل جهود الكويت الدعوبة وكذلك الدعم القوي من قبل الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية للتقريب بين كافة الأطراف نأمل أن يفضي هذا التقدم لاتفاق نهائي يبدو قريبا ويمكنني القول إنني متفائل بشكل ما باقترابنا من إبرام اتفاق بين كل دول النزاع وصولا إلى تسوية نعتقد أنها ستكون مرضية لكل الأطراف في السياق المتصل قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن حل النزاع الخليجي القطري يدفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام لدينا أمل كبير في أن نصل إلى حل نهائي للنزاع بين القطريين والسعوديين لأننا نعتقد أن إنهاء هذا النزاع مهم جدا لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ككل كما أنه أمر هام جدا لصالح كلا الشعبين سوف نظل نعمل ما بوسعنا لتسهيل إجراء حوارات بين الطرفين يدلي اليوم الناخبون الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء قدد لمجلس الأمة في انتخابات ألقت فيها جائحة كورونا بظلالها على قضايا الحمالات الانتخابية في الأمة الكويتي 2020 هي الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد لاختيار خمسين نائبا من إجمالي ثلاثمائة وستة وعشرين مرشحة منهم تسعة وعشرون امرأة من بين المتنافسين ثلاثة وأربعون نائبا من مجلس 2016 أول مجلس يكمل مدته الدستورية منذ نحو واحد وعشرين عاما ويبلغ عدد من لهم حق الاقتراع نحو خمسمائة وسبعة وستين ألف ناخب منهم نحو مائتين وأربعة وسبعين ألف امرأة موزعين على خمس دوائر انتخابية ويتوقع مراقبون أن تقل المشاركة في هذه الانتخابات بنسبة عشرة بالمئة على الأقل مقارنة بالسنوات الماضية بسبب جائحة كورونا علما بأن هذه الانتخابات تعد الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح الذي تولى زمام الحكم في شهر سبتمبر ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا فإن القضايا التي أثارتها الجائحة هيمنت عليها وأعادت انتاج القضايا القديمة مثل الصحة والتعليم ومعالجة خلل التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين وحقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتية نراقب عن كثب عملية التطبيع الجارية بين إسرائيل ودولا عربية بعينها نعتقد أن أي تحرك نحو التعاون هو خطوة إيجابية غير أننا نرى أن مثل هذا التقارب لا ينبغي أن يكون بديلا عن حل القضية الفلسطينية على المستوى القانوني الدولي في قرية المغير شمال مدينة رمالة بالضفة الغربية المحتلة استشهد طفل فلسطيني في الثالث عشر من عمره متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي لقرية المغير تم فيها إطلاق رصاص حي وقنابل غاز ما أدى لإصابة الطفل الشهيد بالرصاص الحي في بطنه في مدينة رمالة بالضفة الغربية المحتلة أدانت الرئاسة الفلسطينية محاولة مستوطن إسرائيلي أحراق كنيسة الجسمانية بمدينة القدس المحتلة وطلبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية عندما تشاهد أثر تلك المحاولة التخريبية ربما لا تهتم فالأمر لا يعد مقعدا تبدو عليه أثار حريق بسيط لكن عندما تعلم أن هذا المقعد في كنيسة فالوضع يختلف تماما الشرطة الإسرائيلية رجحت أن يكون العمل له خلفية جنائية وأعلنت أنها ألقت القبض على رجل حاول إدرام النار بكنيسة بالقدس الشرقية بسكب مادة قابلة للاشتعال على مقاعد الكنيسة الواقعة بجوار حديقة الجثمانية التي تحظى بقدسية خاصة عند المسيحيين متخلف أقليا المهم العمل هذا عمل إجرامي عمل ليس لازم يسير في كنيسة من كنيسنا الموجودة في الأراضي المقدسة المستوطن عندنا على الجثمانية من قبل تقريبا نص ساعة ودخل وحرق الكنيسة ومن حرق كل شيء نشكر الله لحقنا الحريقة طفناها وذكر بيان منفصل للشرطة الإسرائيلية أن الرجل أضرم النيران بالفعل قبل أن يوقفه حارس الكنيسة الشرطة قالت أن التحقيق الأولي وبيانات المشتبه به تعزز التقييم بأن الواقعة لها خلفيات جنائية مستبعدة أن تكون جريمة قراهية وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمستوطن ووصفه بأنه مستوطن إسرائيلي إرهابي وحمل في بيان الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مثل هذه الهجمات وديع أبو نصار الناطق الرسمي باسم مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة قال إن الحريق تم إخماده بسرعة وإنه لم يخلف سوى أدرارا طفيفة مطالبا الشرطة بسرعة التحقيق وبشكل كامل وجدي في الواقعة هذه ليست الواقعة الأولى التي تستهدف كنيسة أو مسجدة فعلى مدار الأعوام العشرة الماضية تم توجيه اتهامات واضحة ليهود متشددين بالضلوع في أعمال تخريب استهدفت عددا من الكنائس والمساجد بالأراضي المقدسة في مدينة جونيف قال جير بادرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن المشاركين في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية اتفقوا على جدول أعمال الاجتماع القادم في الخامس والعشرين من يناير مسعدني للغاية أن أكون قادرا على إبلاغكم أن الجزء الصغير الذي اتفقنا عليه الآن وأعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي ننجح فيها في فعل ذلك هو جدول أعمال وموعد الاجتماع التالي في الخامس والعشرين من يناير ليس من المستغرب أن تكون هذه عملية بطيئة وسعبة وربما كان العام الماضي غير عادي لقد فقدنا عدة أشهر بسبب كوفيد-19 وبالتالي لم نلتزم بالانتظام الذي كنا نتوقع لكننا نجحنا الآن في الاجتماع مرتين على الرغم من الوباء قال الرئيس الأمريكي المنتخب جوفايدن إن اقتصاد بلاده مازال متعثرا تقرير وظائف نوفمبر صدر وقد كان سيئا يظهر اقتصادا متعسرا ما زلنا في خضم أسوأ وضع اقتصادي لكن لا يجب أن يبقى الوضع هكذا إذا تحركنا الآن يمكننا البدء في استعادة الزخم ومعاودة بناء مستقبل أفضل لا وقت أمامنا لنخسره الملايين خاسروا وظائفهم فقدوا تأمينهم الصحي واحد من بين كل الستة مستاجرين تخلف عن سداد الإيجار واحد من بين كل أربعة مشروعات صغيرة لا يمكنها الاستمرار وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الأمريكيين يعيشون في حالة أزمة رفاقنا بحاجة للمساعدة إنهم في محنة ليس لهم يد فيها لم يفعلوا شيئا كي تتقلص ساعات عملهم أو يفقدوا وظائفهم أو يخرجوا من سوق العمل ما يحتاجونه هو أن نفهم إننا في أزمة يجب أن نتماسك كأمة يجب أن يتحرك الكونغرس الآن إذا لم يتحرك الكونغرس والرئيس ترامب الآن فبحلول نهاية ديسمبر سوف يفقد 12 مليون أمريكي بدلات البطالة التي يعتمدون عليها في السياق المتصل أمر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بسحب غالبية الكوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل العام القادم أي قبل رحيله عن السلطة مباشرة كانت واشنطن نشرت نحو 700 جندي في الصومال لتدريب الكوات الصومالية وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب ضد جامعة الشباب المتطرفة التي سنفتها واشنطن على أنها حركة إرهابية عام 2008 في العاصمة الإثيوبية أديسا بابا قالت منظمة الأمم المتحدة إن المعارك لا تزال مستمرة في أجزاء عديدة من أقليم تيجري الإثيوبي رغم بيانات انتصارات أصدرتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقالت تقارير صحفية أن أقليم تيجري محروم من كل الإمدادات منذ الرابع من نوفمبر الماضي عندما أرسل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الجيش الفيدرالي لشن هجوم على قوات جبهة تحرير شعب تيجري الحزب الذي يدير المنطقة ويتحدى السلطات المركزية منذ أشهر بعد مرور شهر على اندلاع الحرب في إقليم تيجري الإثيوبي يكافح هؤلاء اللاجئون الإثيوبيون في السودان للحصول على الإمدادات الأساسية في مخيم أمر جوبا وتقول هذه اللاجئة إنها وصلت إلى المخيم منذ أسبوعين وتحاول أن تؤمن حاجتها من إمدادات المياه منذ ثلاثة أيام لكن دون جدوى الصعوبة هي أن كل وسائل الإعاشة مثل الطعام ليست متوفرة فمعظم الناس يأكلون وقبة واحدة في اليوم وكذلك لا تتوفر المفارش أو الأغطية حتى الآن ولدينا مشكلة في الحصول عليها وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لما يصل إلى مائة ألف لاجئ إثيوبي لمدة ستة أشهر تتطلب مائة وسبعة وأربعين مليون دولار لافتا إلى أنه منذ التاسع من نوفمبر الماضي يستمر وصول طالب اللجوء الإثيوبيين إلى شرق السودان هربا من التصعيد العسكري في منطقة تيجري ويصل اللاجئون ونصفهم تقريبا من الأطفال وهم منهكون من رحلتهم الطويلة مع القليل من ممتلكاتهم ويحتاجون إلى المساعدة الحكومة السودانية أبقت خدودها مفتوحة أمام اللاجئين وتقوم المجتمعات المظيفة بدعم ومشاركة مواردها مع الوافدين الجدد من اللاجئين في حين تتولى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية السودانية لشؤون اللاجئين قيادة الاستعداد والاستجابة وفق خطة طوارئ مشتركة بين الوكالات التي ستدعم اللاجئين الجدد يضلي غدا الأحد أن أخبون في رومانيا بأصواتهم في انتخابات تشرعية يرجح فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والموجودين في الحكم حاليا فيها وقال التقارير الصحفية إن الحكومة الرومانية القادمة سوف يتعين عليها القيمة بعملية توازن صعبة لنعاش اقتصاد يعاني من عجز عام يقدر بأكثر من تسعة بالمئة من إجمال الناتج المحلي في عشرين عشرين نقلت بانجلاديش أكثر من الف وستمائة لاجئ من الروهينجا المسلمين من مخيماتهم إلى جزيرة تضربها عاصير وفيضانات باستمرار في المرحلة الأولى من خطة لإعادة توطين مائة ألف شخص وكأنهم فروا من ودش السلطات في ميانمار ليواجهوا الموت بيد الطبيعة في باسانتشار أو الجزيرة العائمة وهي جزيرة معزولة في خليج بنغال تقع على بعد أربعة وثلاثين كيلو مترا من البر الرئيسي لبنجلاديش ظهرت على السطح منذ عشرين عاما فقط ولم يسبق أن سكنت ولم يسمح لوسائل الإعلام الأجنبية بزيارتها وعلى الرغم من دعوات جماعات حقوق إنسان لوقف العملية بدت السلطات البنغالية في إرسال مجموعة أولى من أكثر من الف وستمائة لاجئ من الروهينجا في سبع سفن تابعة للبحرية البنغالية إلى الجزيرة العائمة التي كانت تعمرها الأمطار الموسمية بشكل منتظم لكن الجزيرة لديها الآن سدود حماية من الفيضانات ومنازل ومستشفيات ومساجد بتكلفة تزيد عن 112 مليون دولار أمريكي من قبل البحرية البنغالية كما تم بناء مرافق أخرى في الجزيرة لاستيعاب نحو 100 ألف شخص لكن اللاجئين غير راضين عن نقلهم إلى الجزيرة لسنا سعداء في المعسكرات إذا عدنا إلى ميانمار فقد يكون لدينا شعبنا لكن ليس لدينا أي شيء هناك لإثبات جنسياتنا لذلك لم نوافق على العودة نحن لسنا مواطنين في أي بلد لذلك نحن ننتقل إلى أي مكان يوجد فيه المزيد من التسهيلات لنا كما عرضت وكالات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة بشدة عملية النقل منذ اقتراحها لأول مرة في عام 2015 معربة عن مخاوفها من أن عصفة كبيرة يمكن أن تغمر الجزيرة وتعرض حياة الآلاف للخطر وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمكين اللاجئين الروهينجا من اتخاذ قرار الانتقال إلى الجزيرة بمحض إرادتهم وبناء على معلومات صحيحة وها تقول بنجلاديش إنها لا تنقل إلى الجزيرة سوى اللاجئين الراغبين في الذهاب إليها وإن هذا سيخفف التكدسة الدائمة في المخيمات بالداخل التي تؤوي أكثر من مليون من الروهينجا المسلمين الفرين من ميانمار المجاورة أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية إنه تم بالأمس الجمعة تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 19 حالة وفاء وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروق 109 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 103191 حالة قالت نانسي بيلاصي رئيسة مجلس النواب الأمريكيين رئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ملتزم بإيجاد حل علمي لجائحة فيروس كورونا الناس بحاجة لطعام على موائدهم بحاجة لسداد إيجاراتهم بحاجة لنقود بحاجة لتوفير ضمان بطالتهم ليسوا بحاجة لكل هذا النشاز والابتعاد عن جدول الأعمال الذي لا علاقة له باحتياجاتهم ومن ثم نحن سعداء للغاية لما ألت إليه الأمور وكما قلت مع وجود رئيس ديمقراطي ملتزم بحل علمي لهذه الجائحة بفكرة أن هناك لقاح هذا يغير موازين الأمور تماما طالب تادروس أدهنهم مدير عام منظمات الصحة العالمية بتوزيع عادل لقاحات مكافحة فيروس كورونا بين الفقراء والأسرياء مع النتائج الإيجابية التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة من تجارب اللقاحات يتزايد الضوء في نهاية النفق بشكل مضطرد وعلى الرغم من أن الطريق ما زالت خداعة لكن بوسعنا أن نلمح نهاية الجائحة ببساطة لا يمكن أن نقبل عالما فيه الفقراء والمهمشون يدوسهم الأثرياء والأقوياء في التزاحم على اللقاحات هذه أزمة عالمية ولا بد من المشاركة في اللقاحات بإنصاف بوصفها منفعة عامة وليس سلعا خاصة توسع حالات عدم المساواة وتصبح سببا آخر في تخلف بعض الناس في السياق المتصل تواصل العديد من دول العالم في مقدماتهم بريطانيا لاستعداد لاستقبال قرعات اللقاح المتوقع لمكافحة فيروس كورونا استعدادات مكثفة على مستوى العديد من دول العالم من أجل تحضير لاستقبال اللقاح المتوقع لمكافحة فيروس كورونا والذي تعمل على تطويره شركات أمريكية وألمانية بريطانيا أولى دول الغرب التي صارعت لتصديق على اللقاح الذي تعمل عليه شركات فايزرو بايونتيكا بشرت على الفور إجراءات التحديل في المستشفيات البريطانية من أجل استقبال أولى جرعات اللقاح ويتوقع أن تبدأ المملكة المتحدة لإسبوع الجاري تلقيح أول ثمانمائة ألف شخص مع إعطاء الأولوية للمسنين في دور الرعاية نحن نتوقع الحصول على كميات من اللقاح الأسبوع المقبل حتى نتمكن من البدء في حملة التطعيمات ديدا فيروس كورونا بحلول نهاية الأسبوع الجاري أما في الولايات المتحدة فقد توقعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن يتم تلقيح حوالي 20 مليون مواطن أمريكية بمجرد حصول لقاح فايزرو بايونتيكا على موافقات الهيئة نحن متفائلون للغاية بالتقدم في تطوير اللقاح ونحن نعمل سريعا ونترقب حصول هذا اللقاح على موافقة لجنة استشارات اللقاحات بالهيئة وفي روسيا التي تعمل على تطوير لقاحين روسيين فقد بدأ الروسيون في تسجيل أسمائهم في قاعدة للبيانات للحصول على اللقاح الروسي المتوقع وذلك بعدما دع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء حملة تلقيحة على مستوى واسع في البلاد واللقاح الروسي المتوقع الذي يحمل اسم سبوتنيك في لم تنتهي بعد كافة مراحل التجارب السريرية الخاصة به ويتعين أخذه على جرعتين وأظهرت النتائج الأولية فعالية اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا وذلك بنسبة 92% في القاهرة احتفل صندوق تحيا مصر بنجاحه في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جانس للأرقام القياسية وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة بقوافله الإنسانية والاجتماعية التي جابت أرجاء محافظات مصر لتقديم المساعدات لأكثر من مليون أسرى ليحتفل صندوق تحيا مصر بتسجيله لثلاثة ألقاب عالمية بمجموعة جانس للأرقام القياسية داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي والتي تم إضاءتها احتفاءا بهذا الحدث بمشاركة عدد من سفراء الدول الأجنبية منذ إنشاء هذا صندوق يامل الأعمال العظيمة ولكن النهاردة هو بيخرج للعالمية بتحطيم أرقام قياسية ثلاث أرقام قياسية النهاردة وإحنا في الوزارة سعداء إن إحنا شاركنا في التنظيم واستضافة الحدث في هذا المكان الأثري الحضاري السياحي الرائع الرقم الذي يلي مصر مباشرة إحنا وصلنا لعدد 473 قافلة في مصر الرقم الذي يلي مصر مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية 416 قافلة بفرق ما يخرج من حوالي 66 قافلة ودعما لتواصل الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي على مستوى العالم تم إطلاق حملة جديدة خلال الاحتفالية والتي جاءت تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية من أجل تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي في العالم على تحقيق أرقام قياسية النهاردة إحنا كسرنا الرقم القياسي الخاص بدولة أولندا وبتنظيم أكبر مسيرة للشاحنات على مستوى العالم كانت بـ 416 شاحنة النهاردة إحنا كسرنا الرقم ده بـ 480 شاحنة تم تسجيل 3 الحمد لله ونجحوا في تسجيل 3 أرقام قياسية وهي أكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية في العالم وقوامها 300 ألف سندوق من المواد الغذائية الجافة أكبر حملة للتبرع بالدواجن في العالم كان صندوق تحيا مصر قد سجل رقما قياسيا جديدا بالموسوعة العالمية وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافل التبرع بالدواجن والمواد الغذائية على مستوى العالم بعد رحلة عطاء وتكافل اجتماعي للقوافل الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر عام بعد عام وحج كل أطراف العمل المجتمعية لخدمة هذه القوافل ليؤتي ثماره بتسجيله أرقام قياسية بمجموعة جنس العالمية ليظل صندوق تحيا مصر رمزا للعطاء الإنسانية في العالم من قلعة صلاح الدين الأيوم أحمد ممدوح أني أحبتنا الإخبارية متوصلة معكم وفيها بعض الفاصل هيئة الخدمات الصحية البريطانية تعتزم بدء تجارب على اختبار دم جديد قد يتمكن من رصد أكثر من خمسين نوع من السرطان أخبار الاقتصاد بعد الفاصل ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية أن مصر من بين أسرى عشرة اقتصادات نموا على مستوى العالم في عام 2020 وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا المستجد وضفت الوكالة الأمريكية أن فيروس كورونا ساعدت دول الإفريقية على المنافسة وأن الاقتصادات الإفريقية قد تفوقت على بقية دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا وافقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي لسندوق النقد الدولي فنمسر رابع أفضل للاقتصادات أداء على مستوى العالم هذا العام يواصل اليوم السبت مؤتمر مصر تستطيع بصناعة جلسات الحوارية بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسجات واستخدامات البلازمة النووية في الغزل والنسيك يتي هذا في حين أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن محلق الفيوم المطور يعد أولى ثمار خطة النهوض بالقطن المصري وصناعة الغزل والنسيك سعدت العقود الأجلة لخام برينت بأكثر من واحد بالمئة افتغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أمريكية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا على زيادة الإمدادات وتنامن في عدد حالات الوفاة بقافة تسعة عشر وجرت تسوية برينت على زيادة أربع وخمسين سنتا ليبلغ تسعة واربعين دولار وخمسة وعشرين سنت للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اثنين وستين سنتا ليصل إلى ستة واربعين دولار وستة وعشرين سنت للبرميل بعد ملامسة مرتفعة عند ستة واربعين دولار وثمانية وستين سنت للبرميل وعلى أساس إسبوعي ربح الخمان كلاهما للإسبوع الخامس على التوالي إذ ارتفع برينت واحد وسبعة من عشر بالمئة وزاد الخام الأمريكي واحد وتسعة من عشر بالمئة هبط الذهب إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد ارتفاعات كبيرة في الجلسات السابقة في حين سعدت الأسهم لكن الرهنات على تحفيز أمريكي جديد دعمت الإقبال على المعدن وجعلته في طريقه لتحقيق أول مكسب إسبوعي في أربعة أسابيع وترجع الذهب في المعابلات الفورية بنسبة ثلاثة من عشر بالمئة إلى ألف وثمانمائة واربعة وثلاثين دولار واثنين وتسعين سنت للأقية وهو في طريقه لتحقيق مكسب إسبوعي اثنين وستة من عشر بالمئة تقريبا وجرت تسوية العقود الأجلة الأمريكية للذهب عند انخفاض واحد من عشر بالمئة إلى ألف وثمانمائة واربعين دولار في العاصمة البريطانية لندن قالت تقارير صحفية أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تعتزم بدأ تجارب على اختبار دم جديد قد يتمكن من رصد أكثر من خمسين نوع من السرطان ربما يكون اختبار الدم البسيط هذا الآدات الجديدة لمحاربة السرطان هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تعتزم البدأ في تجربة اختبار دم للرصد المبكر للأورام تطلق عليه اسم جالري الاختبار قادر على رصد واكتشاف خمسين نوعا مختلفا من الأورام السرطانية هذه لحظة مهمة للغاية في المعركة أن تمكن من رصد السرطانات في مرحلة مبكرة يحقق تدخل علاجي فيها الفارق الأكبر الرصد والاكتشاف المبكر للسرطان قد يزيد من فرص نجاة المريض بشكل هائل في الكثير من الحالات بالنسبة لبعض السرطانات لا يوجد اختبار رصد مبكر لذا نريد أن نكون من أوائل الخدمات في العالم التي تستخدم اختبار دم بسيط لرصد تلك السرطانات في مرحلة يحقق التدخل العلاجي فيها أكبر أثر ممكن 90% من السيدات المصابات بسرطان الثادي على سبيل المثال يمكن إنقاذهن إذا تم اكتشاف الإصابة في مراحل مبكرة مقارنة بنسبة 15% إذا تم اكتشاف في مراحل متأخرة وبالنسبة لسرطان الرئى ترتفع فرص نجاة المريض لـ 80% إذا تم اكتشاف الإصابة في مراحل مبكرة مقارنة بنسبة 15% في الحالات المتأخرة اختبار الدم الجديد ستتم تجربته على مجموعة تضم 165 ألف شخص 140 ألف منهم ممن تجاوز سن الخمسين لا تظهر عليهم أي أعراض بالإصابة بالسرطان و25 ألف فوق سن الأربعين لكن تظهر عليهم دلالة إصابة بنوع من أنواع السرطان السرطان سيصبح قريبا السبب الرئيسي للوفيات في العالم حيث تسجل بريطانيا وحدها أكثر من ألف حالة إصابة بالسرطان يوميا 80% من مجموعة الوفيات بسبب إصابات بالسرطان في بريطانيا ناجمة عن سرطانات ليس لها فحوص أو اختبارات يوصى بإجرائها وختاما لنشاطنا هذا تسجير بأهم العنوين وأنا جاي شفت اللوب اللي انتو عاملينه اللي انتو عاملينه حرطين بس وانا دينا توجيه قبل كده ان احنا من قبلش لوب أبدا قلي من ثلاثة هذا توجيه عام عقب تفقده محاور وطرق جديدة بالقاهرة والجيزة السيسي يشدد على الالتزام بالقداول الزمنية للانتهاء من تطوير هذه المحاور والطرق جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الشيخ احمد ناصر الصباح وزير خارجية الكويت يعلن ان تقدم ان تحقق باتجاه انهاء خلاف الخليجي مع قطر منذ اكثر من ثلاث سنوات فلسطينيون يحبطون محاولة مستوطن اسرائيلي احرق كنيسة الجثمانية الواقعة بالقرب من جبل الزيتون بالقدس المحتلة وصلنا مشاهدينا لنهاية نشرتنا شكرا للمتابعة إلى اللقاء كانت معنا مذيعة الإشارة دكتورة هالا محفوظ اشتركوا في القناة